سيدة شيرين نحن نقوم بحملة وطنية لإنصاف الأبرياء ومنهم متعاطي المخدرات أن ننطيهم فرصة من أجل إصلاحهم ومن أجل أيضا معالجتهم لكن هذه الحالة الحيشيتيوية الأستاذ أحمد الحاج حالة خطيرة هل وصلنا أو هل وصل المتعاطي إلى هذه الدرجة أنه ينطي ابن بدل الممة ينطي هي مخدر شون يعني الأم قبلت العائلة وهذه حالة فردية يمكن أن تقال لو أكو حالات لربما تكون مشابهة والله يا أستاذنا الكريم الحالات بدأت تزداد يعني حالات متزايدة وكثيرة وهذه حالة الوالدة هي اللي قايمة الدعوة على الأب وحاليا هي استلمتها حديثا الصوت العفو هس سمعت نعم استلمتها حديثا هذه الدعوة لكن اللي صار أنه بسبب انتشار المخدرات الإنسان مثل ما تعرف مني يبدأ يتعاطى المخدرات يفصل عن العالم الخارجي يعني يكون عالم ثاني فإذا عاجل الطفل بالنسبة يريد أي حال حتى يسكت الطفل اللي هو يبلغ أشهر من العمر بدأ يخلي له الكريستال بنسب قليلة بالممية حتى يهدأ وينام يعني حالة غريبة لكن دي نشوفها هواية هواية المخدرات منتشرة بطريقة مخيفة جدا تمام لكن أنا أردس ألتش يعني أنت من حقش ومن واجبش أنهما تعلنين عن تفاصيل القضايا لأنه المحامي مثل الطبيب يعني ما يقدر يكشف كل معلومات اللي جاي يمك يعني لكن أردس ألتش طبعا أسرار الممكنين هاي الحالة في بغداد أي نعم في بغداد يعني هايذا بالعاصمة بالمحافظات شلون بيتي معنا يعني ردنا فهمها نحدث بلا حرج كثيرة جدا تمام طيب انتو بيتي حال شون تتعاطنوا بيتي قضايا كمحامي شون دوركم يعني حاليا قلت لك دورنا طبعا الدفاع عن الطفل هذا طفل يعني لو مهما يكون يعني بالنسبة للحادثة اللي عندي أو الدعوة اللي عندي هنا نحن يعني لازم نأخذ حق الطفل من الأب الأب ما عنده معلومات بغير عالم يعني بغير عالم صدق حسب وصف الزوجة هو بعالم الخاص تمام هو القانونيا يعني هذا الطفل يرسل إلى لجنة طبية للكشف لجنة طبية للفحص نعم يفحص نعم نعم والطفل عمره ست سنين ست سنين لا لا أشهر 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 ست شهر عفوا ست شهر ست شهر ستة أشهر طفل رضيع أي نعم يعني ممكن نسألش القاضي من سماع بالقضية اشغال أو القاضية بعدها توكلت بها حديثا أستاذ بعدنا ما صعدنا للقاضي بعدنا حديثا توكلت بها طيب سيدة شيرين أنا أردت أسألش المخدرات الآن بمجتمعنا اشقد تنطيها نسبة تعاطس الانتشار يعني والله ستين بالمية وفي تزايد ستين بالمية على مستوى بغداد ولا على مستوى العراق لا لا كمستوى كمستوى العراق يعني حسب الإحصائيات اللي دا نشوفها مرتفع النسبة طيب أنا ممكن سؤال وانت من سليمانيا ليش بكردستان النسبة قليلة قياسة للبصرة قياسة للجنوب العراقي للفرات الأوسط البغداد ليش لو أكو نسبة ما تعلن احتمال أكو لا لا أيضا أكو أيضا أكو نسب بالأقليم أكيد أكو نسب أيضا بالأقليم في كل محافظات في كل محافظاتنا حاليا منتشرة لكن في الأقليم أقل نسبيا مما في باقي المحافظات